اشتركوا في القناة ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أرحب بكم على أرض مصر الخالدة مصر السلام والمحبة مصر الإخاء والتسامع مصر الرخاء والنماء مصر الأمن والأمان ويسعدني أن أنقل إليكم تحيات شعب مصر الذي يعيش مرحلة جديدة بعد ثورتين شعبيتين أفرزت مرحلة تاريخية فارقة يواجه فيها تحديات إقليمية وعالمية كبيرة متطلعا إلى بناء المستقبل المشرق متمنيا من الله عز وجل أن يكلل جهودكم بكل نجاح في سبيل تحقيق الوحدة المنشودة بين الدول العربية في أحد أهم ميادينها ألا وهو العدل الذي هو صن الحق وغايته ومراده ولا سيما في تلك الظروف الدقيقة التي يمر بها وطننا العربي والتي تتطلب المزيد من تضافر الجهود المخلصة وتعميق أواصر التعاون بين الدول العربية وأنتهز هذه الفرصة لكي أتوجه بالشكر لكافة الدول العربية التي ساعدت وما زالت تساعد جمهورية مصر العربية في التصدي لمحاولات زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية وإنه لمن دواعي سروري وسرور جميع المصريين اللقاء بكم اليوم للمشاركة مع هذه النخبة العظيمة والصفوة المختارة والمنطقة من رجال القضاء في عالمنا العربي في وضع التصور الأمثل للنظام الأساسي لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم الإدارية في الدول العربية توطئة للمصعدقة عليه أصحاب المعالي وسعادة إن التعاون في المجال القضائي والقانوني في إطار العمل العربي المشترك هو الطريق الصحيح وحجر الأساس لتحقيق ما نصب إليه من بناء مجتمعات عربية سليمة يسودها العدل والحق وتراعى فيها القيم الإنسانية وتعلو ويتم فيها احترام حقوق الإنسان ولن يتحقق ذلك إلا بتوحيد وتضافر الجهود القضائية العربية في هذا المجال الحيوي بما من شأنه أن يعود بالنفع والفائدة على المنطقة العربية بأسرها ولما كان تعزيز التعاون في هذا المجال لم يرتق إلى الآمال المرجوة فقد برزت الحاجة لإنشاء كيان دائم يطلع بهذه المهمة للاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة في دولنا العربية ومن هنا جاءت دعوة مجلس الدولة المصرية في المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم الإدارية في الدولة العربية الذي عقد بمدينة بيروت خلال الفترة من الأول إلى الثالث من سبتمبر سنة 2014 وبحضور رؤساء وأعضاء المحاكم العليا في الدولة العربية لإنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم الإدارية في الدولة العربية بهدف أن يجمع بين مجالس الدولة والمحاكم الإدارية في الوطن العربي في إطار تنظيمي يتم من خلاله توطيد العلاقات وتبادل الأفكار والتجارب ونشر الثقافة وتوحيد المبادئ في مجال القانون والقضاء الإداري في كافة أرجاء الوطن العربي كنوات لوحدة عربية قانونية وقضائية مشتركة وحدة عربية قانونية وقضائية مشتركة يكون من شأنها تشجيع البحوث والدراسات القانونية وتنظيم المؤتمرات والدورات لتدريب القضاة والمشتغلين بالقانون الإداري في دول الاتحاد وغيرها من الدول الأخرى وتشجيع التعاون مع المنظمات المعنية باستقلال القضاة وسيادة القانون وقد تشاطرونني سيادتكم الرأي في أن حجر الأساس الذي سيقوم عليه نشاط الاتحاد هو إنشاء مركز لتدريب القضاة العرب في مجال القضاء الإداري بما يسهم في تحقيق التعاون المشترك بين الدول العربية وبعضها لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى القضائية في مجال تيسير وتبسيط الإجراءات من خلال التدريب المستمر لقضاة الوطن العربي عن طريق الدورات التي سوف يعقدها المركز بإذن الله للإسهام في تعميق تخصص القضاء في المجالات المرتبطة بالقضاء الإداري بالإضافة إلى توفير المكتبات القانونية الشاملة التي تتيح لهم معرفة علمية أعمق وثقافة قانونية أوسع بالاطلاع المستمر على ما يستجد في عالم القانون والقضاء ومتابعة المتغيرات التي تكتاح عالمنا في شتى ميادين الحياة إن المبادرة التي تقدمنا بها لتأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم الإدارية في الدول العربية والذي نكتمع اليوم للنظر في إقرار مشروع نظامه الأساسي هي مبادرة تقدم لها الدولة المصرية كل دعم وتأييد تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بدعم جهود العمل العربي المشترك كنوات لوحدة عربية شاملة وإن مجلس الدولة المصري على أتم استعداد لأن يضع كفة خبراته القضائية تحت تصرف الأشقاء العرب من خلال اتحادكم الموقر بما يخدم مسيرة التطوير في وطننا العربي خاصة في مجال التدريب والتأهيل المستمر للقضاء وكلنا أمل أن يكتب لهذا الاتحاد النجاح والتوفيق في رسالته إن شاء الله وأن تتسع دائرة عضويته في المستقبل القريب لتشمل جميع الدول العربية أصحاب المعالي والسعادة ضيوف مصر الكرام في ختام حديثه أتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير على مشاركتكم اليوم في هذا الاجتماع الهام وفقنا الله وإياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا